مكوي الحاضر معي بالبلاتو شكراً على هذه الدعوة إذن الموسيقى السرك وحتى تبادل الثقافات بمجمل مجالاتها طيب مكوي the American star the winner of Grammy نعم هذا صحيح طيب النجم الأمريكي Chance McCoy الحائز على جائزات قرامية دولية ورح يكون حاضر بيصلون دولي لتجارة لرح يعرض بسافكس بالعاصمة مجموعة من أجلا تقديم مجموعة من الأغاني طيلة أصالون الدولي للتجارة أكيد أمريكا هي ضيفة شرف ونحن سأذهب إلى برامج الثقافية هناك السرك هناك الأكل الأمريكي الذي سيكون حاضر بقوة هناك أيضا واحد من أهداف قدومي إلى هنا هو هدف التبادل الثقافي وتعرف على مختلف الثقافات الجزائرية من موسيقى أكل وغيره طيب من خلال برنامج الذي سوف تقدمه طيلة هذا الصالون الذي سيفتتح يوم غدا بحول الله إذن حبين أن تعرفوا على البرنامج اللي راح تقدمه ووش تعرف عن الثقافة الجزائرية بصفة عامة هذا هو الأول تاريخ هنا في ألغ ألغ أريكي موسيقى متى بيننا الأول صادقات الجزائرية تقريباً لكم ما تتعلم عن الجرية المتحدة؟ أكثر من أجراء هنا ستجد أكثر عن الجرية المتحدة وهذا أحد الأشياء في هذه المتحدة أنك تتعلم عن الجرية المتحدة ومشاركة في الجزائر وما أتعرف على مختلف التقافات الجزائر تقوم أيضاً بتأدية العديد من الأغاني الأمريكية من ولاتي تعرف بالتقافة الأمريكية لذلك سأتعلم عن الجرية المتحدة إلى المتحدة هل تتعلم عن الجرية المتحدة؟ هل تعرف أي أجراء المتحدة عن الجرية المتحدة؟ عن المتحدة والمتحدة والمتحدة؟ نعم أكيد أكيد واحد من الموسيقى المخاضرة التي في الجزائر كانت نرى الموسيقى المتحدة والمتحدة والجنوب لذلك نحن نرى بعض الموسيقى هنا من تقارب الوصف الأمريكية المتحدة من المتحدة والمتحدة 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 أهم الأسماء التي استمعت لها؟ أسماء جزائريا أكيد هل تستمعت لها؟ أستمع للعديد من الأنواع الموسيقية الجزائرية وإذا فقط حاولت أن أقول سأحاول إحراج نفسي لذلك أفضل ألا أتلفظ بالأسماء نعم طيب لم تستمع من قبل شاب مامي اللي قام بديو غنائي مع النجم الأمريكي هل تستمع للم تستمع من قبل شاب مامي هل قام بديو غنائي مع النجم الأمريكي ستينك؟ لا لا أستمع لك ولكن هل هو المسؤول أن تصدر المصرح لشاب موسيقى؟ لا راي موسيقى لا أستمع إليها من قبل هل هو الذي قام بتأدية نوع الشعب الموسيقي نعم نوع الموسيقى هو الرأي لقد شاهدت فيديو لقد شاهدت فيديو له جميل رأس رأس فيديو كليب ديزار رأس نعم وكيد سيساعدني أن أقوم بتعاونات موسيقية في المستقبل حول أغاني جزائرية بيب ماذا تعرف عن الجزائر؟ ماذا تعرف عن الجزائر؟ أعرف أن الجزائر بلد جميل و كبير جدا في أفريقيا و لديها صحة جميلة جدا which I speak none of and what else do I know I know a little bit of the history but just the basics وماذا تعرف أيضا أعرف القليل عن التاريخ الجزائري this is my first day here so I'm hoping by the time I leave I know a lot more طيب انت قدمت لجزائر كيف كانت رحلتك لهنا إلى الجزائر؟ so this is your first time in Algeria how was your trip here to Algeria؟ it was wonderful I live very far in the country so to get to the airport I had to drive five hours to get to the airport because I live so far away in the country and then we fly overnight we wake up you're over here and we flew across the Mediterranean from Europe to get here and it was beautiful flight getting to see the Mediterranean flying into Talgiers على جائزة جرامي العالمية وهي أكبر جائزة في الموسيقى عالميا ماذا تمثلك هذه الجائزة؟ so Chance you are a big winner of a big International Music Grammy Award what does this award represent for you in your musician career or in your professional career? it's a wonderful thing to be honored with because you can work really hard on a project and it's beautiful when the rest of the world recognizes that and discovers that so it's the highest honor any musician could get and I feel very honored to have won it إذن هو شيء مشرف جدا تحصلي على جائزة دولية وعالمية كجائزة جرامي وورد شيء جد مشرف خاصة بعض الأعمال القيمة التي قمت بها هل يمكنك أن تعذف علينا مقطعة من أشهر ربما أغانيك تفضل ترجمة نانسي قنقر Oh go down to the river I'll bring my rocking chair If the blues overtake me Run away from there Cause it's bunched up the river But they won't come down I believe to my soul Lord I'm water bound Thank you Thank you Chance McCoy for songs Chance McCoy رح يكون حضر إذن مشاهدين بياصلون الدولة للتجارة بمعرض صفكس الذي سينطلق يوم غد بحول الله وأمريكا رح تكون ضيفة شرف لهذه الطبعة Chance McCoy ربما عندك كلمة بيت تمدها للجمهول رح يكون حاضر بياصلون الدولي للتجارة الذي سينطلق يوم غد بحول الله Chance McCoy you have something to say for all the public who is going to be present tomorrow in the international trade fair I would just like to say I'm honored to be here performing my music and I look forward to seeing everybody there and thank you very much متحمس للقاء الجمهور غد وسعيد جدا بتواجه هنا دن سيكون جدا محمس الافتتاح غدا ما عندكش كلمة بالعربية هكا تعلمتها can you say anything in Arabic did you learn Algerian words since you came no I would just embarrass myself terribly so I won't try anything thank you thank you Chancellor McCoy merci de votre présence شكرا على الحضور لو كنت معنا في بلاتو على المباشر عبر أول قناة إخبارية في الجزائر قناة النهار شكرا لك وحد موافق لي إن شاء الله في حضورك ومشاركتك بالسالون الدولي للتجارة thank you thank you so much merci شكرا مشاهدين الأكارم إذن بهذا نختم الموعدة الثقافية شكرا لحسن الإصاء والمتابعة عبداليك أحلام شكرا لك فريال and thank you